طالبت لجنة النزاهة البرلمانية الجهات المعنية بإزدار أوامر منع سفر بحق وزير العدل السابق حيدر الزاملي لوجود ملفات كبيرة وخطيرة في وزارته وذكر عضو لجنة كاظم الصياد أن لجنة النزاهة البرلمانية ستقوم بفتح ملفات الإطعام في السجون فهناك شركات متورطة بهذا الملف الخطير والكبير بالإضافة إلى شخصيات بارزة سنكشف عنها وعن انتماءاتها السياسية قريبا